عارف يعني ايه الدنيا تولع بين دولة زي ايران وباكستان معناها اشتعال المنطقة بطريقة غير مسبوقة خاصة مع القدرات العسكرية والنووية اللي بتمتلكها الدولتين معناها ان متوقع تدخل الدول الغربية في التوترات دي واستغلال الوضع لتدمير ايران معناها شرق اوسط جديد وعلاقات ومشاكل جديدة بكل الاحوال طبول الحرب بدأت تدق ما بين الكبار في قلب منطقة الشرق الاوسط تفاصيل ومعلومات خلال الحلقة دي لكن قبلها شير ولايك للفيديو دو كومنتك الجميل انا احمد عبدالهدي وانت من حق التعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم منذ ساعات قليلة فجئنا بان هناك حالة من التوترات غير المسبوقة ما بين دولتي ايران وباكستان طبعا حضراتكم عارفين ان باكستان من الدول النووية في ذات الوقت اللي دولة ايران العين عليها بالاضافة الى طبعا امتلاكها قدرات عسكرية غير عادية اكبر دولتين في قلب منطقة الشرق الاوسط اكبر دولتين بدأت التوترات تتصاعد بمعدلات غير مسبوقة حتى لو اطلقوا تصريحات للتهدئة ما بين الطرفين الا ان التوترات تبقى مستمرة كان هناك طبعا مناوشات ما بين الدولتين قبل كده دولة باكستان اعلنت ان قوات الجيش بتاعتها نفذت سلسلة ضربات عسكرية على مخابئ ارهابيين في اقليم سستان وبلوشستان الايراني طبعا حضراتكم عارفين ان اقليم بلوشستان بيعتبر بمثابة موقع جغرافي تاريخي بيقع جنوب وغرب اسيا وبيشمل اجزاء من باكستان وايران وفي افغانستان بلوشستان ظهر فيها ما يعرف بجيش تحرير بلوشستان وده عبارة عن منظمة انفصالية مسلحة بتستهدف تأسيس دولة بلوشية زات سيادة وبدأ يشن هجمات على الجيش الباكستاني طبعا الجيش بتاع بلوشستان ده ظهر لأول مرة سنة 2000 زي ما هو مسجل ومدون ومعروف على المستوى الدولي بعد تبني سلسلة من التفجيرات سنة 2006 تم اعلان المنظمة دية ارهابية من الحكومتين الباكستانية والبريطانية سنة 2022 حصل اندماج جيش بلوشستان الجمهوري وجيش بلوشستان المتحد تحت اسم جيش بلوشستان الوطني للمطالبة طبعا باستقلال بلوشستان عن باكستان الاقليم ده كان موجود كجزء من باكستان النتيجة ان هما بدأوا يطلبوا باستقلالهم عن باكستان حاليا طبعا ايران وباكستان بيتبادلوا بصفة منتظمة اتهمات حوالين السماح لمسلحين باستخدام اراضي الدولة الاخرى لشن هجمات لكن نادرا طبعا ما تحولت الاتهمات ديت لتدخل عسكري من قبل الدولتين المرة الوحيدة اللي حصل التدخل العسكري ده الضربة الاخيرة اللي تمت منذ عدة ايام سبق لايران طبعا ان هي نفزت هي كمان عمليات ضد مسلحين متمركزين في قلب دولة باكستان واعلن الجيش الباكستاني ان الاهداف في عمليته الاخيرة ديت اللي تمت منذ ساعات قليلة ضد مواقع جيش تحرير بلوشستان وصلت لأكتر من 80 كيلو متر داخل الاراضي الايرانية واكد الجيش الباكستاني ان ما تمش استهداف اي مدنيين او عسكريين ايرانيين وقال الحكومة الايرانية كانت على علم بوجود انشطة ارهابية لكن رفضت التعاون من اجل التحقيق والعمل المشترك للتصدي للعمليات الارهابية التي ترتكب ضد باكستان طبعا طلبت ايران دولة باكستان بتفسير فور للضربات اللي طالت اقليم سستان وبلوشستان الايراني واستدعت المبعوث الباكستاني الجيش الباكستاني اكد ان الحكومة الايرانية كانت على علم بهذه الانشطة الارهابية لكن مع الاسف ما مدتش ايد التعاون لباكستان من اجل القضاء على التحرشات والتحركات الارهابية في مواجهة دولة باكستان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كان عاني قال إن إيران بتندد بشدة بالضربات الباكستانية وبتطلب تفسيرات عاجلة التقارير الإعلامية الإيرانية قالت إن الضربة الباكستانية تسببت بمقتل خمس أطفال وأربع نساء ورجل وإصابة رجل وزوجته يعني إذن مش زي ما بتقول دولة باكستان إن الضربات كانت موجهة للتنظيمات الإرهابية فقط وإن هي ما طالتش أي نوع من الإرهابيين استدعت الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال الباكستاني في طهران لتقديم توضيح بشأن الهجوم اللي شنته القوات الباكستانية وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيري قال إن الهجوم أوقع تسع قتلى يحملون الجنسية الباكستانية بالإضافة إلى باكستان ما توقفت شي عند ذلك الحد إنما لو واحد بالمزيد في حالة تهور إيران يعني أنت يا إيران لو حبيت إن كنت ترضي إحنا هنوجه ضربات أخرى ضدك وقال مسؤول أمني باكستاني رفيع إن الجيش في حالة تأهب للرد على أي مغامرة خاطئة من إيران دولة باكستان من حقها تدخل العمق الإيراني لـ 80 كيلو متر كاملة باعتراف الجيش الباكستاني ولو إن إيران حاولت ترد مجرد الرد يبقى ده اسمه تهور في الحالة دي باكستان هترد على الضربات الإيرانية طبعا عبرت الصين عن استعدادها للتوسط ما بين باكستان وإيران بعد تبادل للقصف عند الحدود ما بين البلدين خاصة وإن فيه مسؤول أمني باكستاني رفيع قال إن الجيش الباكستاني في حالة تأهب للرد على أي مغامرة خاطئة من إيران الناطقة أو باسم الخارجية الصينية ما ونينج في مؤتمر صحفي قالت إحنا على استعداد للعب دور بناء في خفض التصعيد في حالة رغبة الطرفين بذلك طيب إيه بقى؟ لما دولة زي باكستان تقف في مواجهة دولة زي إيران من المستفيد؟ المستفيد طبعا الدول الغربية المستفيد طبعا الولايات المتحدة الأمريكية المستفيد طبعا دول النيتو اللي بيحاولوا إنهم يقلموا أظافر دولة زي إيران خاصة وأنها جيش الدولتين قوي جدا يعني مثلا الجيش الباكستاني مصنف باعتبار أنه هو سابع جيش على المستوى العالمي وباكستان بتعتبر هي إحدى الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية وبدأت في تطويرها سنة 1972 لحد تاريخ النهاردة القدرات النووية وصلت إلى مستوى غير عادي عدد جنود الجيش الباكستاني في الخدمة 7367 ألف جندي إضافة إلى 282 ألف جندي في قوات الاحتياط عدد قوات باكستان الجوية 1280 طائرة حربية بالإضافة إلى 2182 دبابة وقرابط 2600 مضرعة بالإضافة إلى 307 مدفع ذاتي الحركة و 1240 مدفع ميداني و 144 راجمة صواريخ إيه بقى اللي حصل؟ أنا عاوز أقول لحضراتكم سيقوا تماماً إن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا تعدم وسيلة من أجل إشعال التوترات في مواجهة دولة إيران زي اللي عملته أمريكا بالضبط في مواجهة كوريا الشمالية فضلت تستفز كوريا الشمالية النتيجة الطبيعية إن كوريا الشمالية تدفع عن أمنها القومي فأعلنت حالات الطوارئ أمريكا راحت على كوريا الجنوبية واليابان إلحقوا كوريا الشمالية بتهدد أمنكم القومي على الرغم من إن كوريا الشمالية بمثابة رد فعل النتيجة إن كوريا الجنوبية عقدت اتفاقيات عسكرية غير عادية مع الولايات المتحدة الأمريكية خوفاً من تهور كيم جينغو أونزا عم كوريا الشمالية على الرغم من أن كوريا الشمالية بمثابة رد فعل للتحرك الأمريكي والاستفزاز الأمريكي نفس المسألة دي حول أن هم يورطوا دولة إيران في شر أعمالها أصروها فرضوا عليها العقوبات إلا أن المارد الإيراني خرج أكثر قوة إلى درجة أن الوكالة الدولية للطاقة الزرية أعلنت بعض مثل لسنها وإيران اعترفت بذلك أن إيران قبقوا سينة أو أدنى من أن هي تصل للقوة النووية شفتوا على الرغم من العقوبات ثم فجينا بأن إبراهيم رئيسي رئيس دولة إيران وقع اتفاقية مع الرئيس فلادمير بوتين رئيس روسيا مضمون الاتفاقية ديت عبارة عن إنشاء مصنع لإنتاج وتصنيع المسيرات الإيرانية في قلب موسكو بعدما أثبتت إيران عبر المسيرات بتاعتها أن هي نجحت نجاح عسكري باهر جدا خاصة في حرب روسيا وأوكرانيا النتيجة بدأ الكل يعمل ألف حساب لدولة إيران حاول يحجموها ويقلموا أظافرها إلا أن المارد الإيراني خرج زي ما قلت لحضراتكم أكثر قوة ولذلك هم حاليا بيحاولوا يتفننوا في أن هم يحجموا القدرات بتاعتها لكن مش عارفين إزاي طبعا على المستوى العسكري والنووي قدرات جيش باكستان أحد السبعة الكبار في العالم ده طبعا خطورة اللي بيحصل طبول الحرب تدق بين باكستان وإيران قصة جيش تحرير بلشستان أدي هنا الإقليم حضراتكم أيوت اللي هو إقليم بلشستان زي ما هو واضح قدام حضراتكم واخد جزء من أفغانستان هنا واخد جزء من دولة إيران واخد جزء أيضا من دولة باكستان النتيجة أن التحرشات مستمرة ما بين الدول دي والرهابيين الموجودين هنا في قلب الإقليم ده أدي الوضع بشكل عام وآدي طبعا المناطق بتاعة بلشستان أو جيش بلشستان والتحرشات اللي بتحصل ضد الدول دي إيران علمت بالأنشطة الإرهابية الجيش الباكستاني يوضح باكستان تشن ضربات عسكرية داخل إيران وتهران تعلن سقوط تسع أشخاص بعد القصف المتبادل الصين تعرض التوسط ما بين تعرض التوسط ما بين باكستان وإيران بعمق 80 كم للداخل الإيراني تفاصيل الضربة الباكستانية اللي حصلت طبعا منذ ساعات قليلة طبعا أنا عاوز أقول لحضراتكم إن اللي حصل خلال الساعات الأخيرة دي يتفقت لغير في محاولة للتهديئة ما بين الطرفين لكن التحرشات والاحتكاكات مستمرة إذ لم يتم استعاب الموقف بشكل سريع ما بين أكبر دولتين وأقوى دولتين في مطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط هيتعرض لكارسة عشان كده دولة الصين بدأت تتحرك من خلال الخارجية الصينية اللي أعلنت رسميا إن دولة الصين على استعداد النهية تدخل ما بين الطرفين لإني وأقعد طرفين في بعضيهم مش لمصلحة الطرفين ولا مصلحة الشرق الأوسط ولا مصلحة الصين ولا مصلحة روسيا إنما ده فيه مصلحة للدول الغربية ودائما زي ما بيقولوا في العرف الجنائي إذا حدثت الجريمة فتش عن المستفيد من المستفيد من هذه التوترات الأخيرة ساعدتك؟ الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو اللي بيحاول أن هم يركبوا المنطقة ويربعوا إيديهم في قلب المنطقة خاصة بعد الإطاحة بالهيمنة الأمريكية في أعقاب أزمة روسيا وأوكرانيا اللي بيحصل ده فيه تدعياته فيه إيد خبيثة أساسا بدأ التعبث في قلب منطقة الشرق الأوسط وأعطرفين في بعضيهم كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ضد مصلحة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر